أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل أن الواجب الديني والوطني والاجتماعي يحتم علينا أن لا نترك بيننا فقيرا أو محتاجا إلا قمنا بإعانته جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في محافظة الطفيلة وأعلن الخلايل عن توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية للأيتام وطلاب الجامعات بالإضافة إلى تقديم طرود الغذائية ورواتب شهرية للأسر الفقيرة وتنفيذ عدد من المشاريع التأهلية كما افتتح وزير الأوقاف مسجد غرندل الكبير في محافظة الطفيلة مبينا أهمية عمارة المساجد في نشر قيم ديننا الحنيف اجتمل هذا اليوم الخيري على تقديم مساعدات بطاقات غذاء وكساء لخمسمائة عائلة من كل قسيمة بثلاثين دينار من مؤسسة الاستهلاكية العسكرية وثلاثمائة طرد من المؤسسة الاستهلاكية المدنية أيضا مساعدات لطلبة العلم كان مقدم خمسين مساعدات لخمسين طالب وإن شاء الله سيزداد هذا العدد إلى أكثر من مية وخمسين طالب من أبناء هذه الجامعة ومن أبناء محافظة الطفيلة أيضا مساعدات للأيتام تم مراجعة ترميم البيوت والمنازل تم مراجعة أيضا سيتم بناء بيوت إن شاء الله تعالى في هذه المحافظة ضمن برامج صندوق الزكاة بإذن الله عز وجل وما الأسر التي تتقاذى رواتب شهرية وكفلات أيتام أيضا ضمن برامج صندوق الزكاة وزارة الأوقاف بإذن الله عز وجل وتم الاستماع لأخوانا لكل ما يتعلق بقطاع الأوقاف في محافظة الطفيلة